بمنع أربعة خمسة مساحة مناطق الأشكال الربعية في البداية نتعلم على مساحة بعض الأشكال الربعية مثل مستطيلة نجد أن مساحة المنطقة المستطيلة عبارة عن طول ضرب الع collapsing المساحة بتساوي لام ضرب ضرب مساحة المنطقة المربعة بتساوي طول الطلع ضرب نفسه مين بتساوي هاء السلبية أي هاء ضربها مساحة متراحة الأطلاع بيتاري طول القاعدة ضرب الارتفاع وهو عبارة عن مين بيتاري قاف ضرب عين نجد أن مساحة أي شكل من الأشكال تحدد بوحدات مربع مثل سنتيمتر تلبيع أو متر تلبيع مثال وجدي مساحة كل من المناطق الأشكال الجبعية أدنى الشكل الأول هو شكل مستطيل طوله أربعة وستة من عشرة متر وعرضه يتاوي ثمانية متر لإيجاد مساحته نجد أن مساحة المستطيل بيتاوي لام ضرب ضاد أي أفطول ضرب العرض أربعة وستة من عشرة ضرب ثمانية نقوم بعملية الضرب ثمانية ضرب ستة يتاوي ثمانية وأربعون ثمانية ونعيد التسمية نضع الفصلة أربعة ضرب ثمانية يتاوي اثنان وثلاثون زائد أربعة يتاوي ستة وثلاثون متر تلبيع إذن المساحة ستة وثلاثون وثمانية من عشرة متر تلبيع الشكل الثاني الذي أمامي هو مربع طول الضلع يتاوي خمسة سنتيمتر إذن مساحة هتاوي ها تلبيع أي طول الضلع ضرب نفسه أمسة ضرب أمسة يتاوي خمسة وعشرون سنتيمتر تلبيع الشكل الثالث وهو شكل متوازي أضلاء نجد أن طول قاعدة سبعة سنتيمتر وارتفاعه خمسة سنتيمتر إذن مساحة هتاوي قاعدة ضرب عين أي القاعدة ضرب الارتفاع خمسة ضرب سبعة هيتاوي خمسة وثلاثون سنتيمتر تلبيع وهي مساحة متوازي الأضلاء متوازي أضلاء طول قاعدة أربع متر والتفاعه حدوشن نريد إيجاد مساحة نجد أن المساحة هتساوي طول القاعدة قاعدة ضرب الارتفاع عين يساوي أربع ضرب 11 يساوي أربع وعربعون متر تلبيع